بسم الله الرحمن الرحيم بنتكلم في كورس الحبليات وفي طائفة الكوندريكسيز وبنتكلم في الدوكفش وبنكمل سليوريناسكانيكولي وبنكمل كلام فيه الجهاز الهكالي ده بشكل عام الاول الجهاز او شكل الخارجي لسمكة الدوكفش هتلاقي جسمها بكو من طلعت المناطق الهيد والترنك والتيل طبعا التيل دائما بتفتح ببعض منطقة الهينة او الكلواكا هتلاقي فيه في المنطقة الامامية الرأس بتاعها ببقى رأس مضغوط زهر بطن هتلاقي فيه العين على الجانبين وبعد العين على طول هتلاقي فيه الاسبارك الاول المتنفس وهتلاقي يعني حيال بطنية الفتحة الانف والفم ومنتصلين مع بعض بمذاب انفي فمي وفمي انفي بعد كده فيه فتحات الخيشومية وعدل الخمسة بينما بعد حواجز خيشومية بعد كده يبدأ منطقة الجزء هتلاقي فيه الجزء يستواني والديل وهتلاقي هنا البكترول الفين السنائية والبلبك فين برضو السنائية زوجية زعناف زوجية بعد كده نزعنا في الفردية زعناف الزهرية جزء امامه جزء خلفي وبعد نزعنا فيها الزهلية وفي زعناف البطنية ده بعد كده فيه الخط الجانبي اللي هو طبعا بيميز الاسماك انه بتعمل عدوز الحسي بيشوف التغويرات اللي في الضغط وبعملية الحس او السامع زي ما قلنا الهيكل الهيكل اما يكون هايكل خارجي او داخل هايكل خارجي قلنا ده عبارة عن قشور هايكل داخلي كان هايكل محوري وهيكل طرف الهيكل محوري الكلمنا عليه اللي هو الجنجومة والعمود الفقري نتكلم بعد كده نهاردة على الهيكل الطرفي اللي هو شرحنا ده وقلنا الفرق ما بين الفقرة الجزائية والفقرة الذالية ده فيه قز دموي ده طبعا ما فيش فيه قز دموي فيه ترانسفيرس بروسس الهيكل الطرفي ويجتمل على الحزام الصدري والحزام الحوضي وهيكل الزعانف الفردية والزوجية هيكل الزعانف المفردة او الفردية درس الفن او الكود الفن والفنتر الفن كل اذا عنافها مفردة او فردية يدعمها عدة اعمدة غضروفية تسمى ايه الشعاعية يبقى في الراديالس والاطراف الايه القاعدية التي تحمل هذه الشعاعيات تسمى القاعديات طيب يبقى انا عندي الوقت قاعديات تحمل الشعاعيات ويحمل السطح الخارجي لهذه الشعاعيات صف او اكثر من الصفائح عديدة الاطلاع البوليجونال بليتز البوليجونال بليتز وتمتد هذه الصفائح الأشعة الزعنفية وهي السيراتو تريكيا والتي تدعم الجزء العريض من هذه الزعنف نشوف ازاي الجزء الاولاني اللي هو حامل الزعنفة القاعدي اللي هو السامول بيزل يعني بعد كده هيبقى في عندك السامول بيزو بتريكيوم وبعد كده على طول هتلاقي فيه الجزء الثاني اللي هو شعاعيات وبعد الشعاعيات هتلاقي فيه شعاع الزعنفية الرسمة التانية دي توضح لك اكتر هدا الجزء الثاني اللي هو الجزء القاعدي بعد البيزل فيه إشوائيات وتبقى مستقيمة اطول طبعا من ده بعد الشوائيات هتلاقي فيه جزء عديدة الاطلاع بالشكل ده فعاة عديدة الاطلاع وبعد كده هتلاقي فيه الشعاع الزعنفة الرقيقة الممتدة الطويلة اللي ممتدة للخالي يبقى ده هيكل الزعنفة الفردي عبارة عن إيه بيزلز قاعديات شوعيات وصفائح عديدة أطلعها بعدين أشاعة الزعنفة طيب بالنسبة ليه الحزام الصدري الحزام الصدري أنا كلم عليه هو الحزام الحوضي البكترال جردل هذا كون حزام الصدري من قطعة غضروفية عند شكل حرف اليو وتقع خلف القرص الخيشوم الخامس بعد الجمعة على طول يعني مباشرة وهذا كون من نصفين كل نصف نحن قلنا حرف اليو كده يبقى كل نصف لأن كل نصف من أجزائه هيبقى عبارة عن جزء رأسي يسمى اللوح الاسكابيولا ويمتد على جانبي الجسم وجزء أوفقي يسموه الغرابي فأنا عندي جزء كده رأسي وجزء أفقي جزء الأفقي اسمه ايه؟ الكوراكويد وجزء الرأسي اسمه ايه؟ اللوح أو هو الاسكابيولا والكوراكويد والذي امتد على سطح البطني للجسم طبعاً ويوجد بين اللوح والغرابي منطقة تمفصل كده بيسموها ايه؟ بيسموها الجنونود كافتي أو التجويف الأرواحي أو التجويف الأرواح ده اللي فيه تمفصل فيه ايه؟ الزعنفة الصدرية زي اللي عندك بالضبط يبقى عندك برده الكوراكويد والغرابي وعندك اللوح وبينهم بعض يبقى فيه تجويف الأرواحي اللي بتمفصل معاه ايه؟ اليد او الايد يعني بتاعتك هو رأس الاي العدود ده بالنسبة ده احنا قلنا انه هو شكل حرف اليوم احنا هو عبارة عن نصفين النصف الايه جزء اللي هو المستعرض ده هو الأفقي ده اللي هو عبارة عن الكوراكويد الغرابي الجزء الرأسي ده اللي هو الايه؟ اللوح اسكابيولا ما بين الاسكابيولا والكوراكويد فيه تجويف صغير كده والتجويف ده اسمه تجويف الأرواح أو الجنونود الكافتي هذا الجنون الكافتي يتمفصل مع مين؟ مع الزعنفة الايه؟ الصدرية طيب الزعنفة الصدرية التجويف من ايه؟ اذا باخدنا تركيب الزعنفة المفردة برضو فيه حامل اشعة فيه حامل اشعة بسموه ايه؟ حامل اشعة امامي هذا الحامل الاشعة ده قبرا عن جزء اوه هيبقى فيه حامل اشعة وسطي يبقى له انا واحد اتنين تلاتة يبقى فيه حامل اشعة امامي لول جزء ده لول ده الأحمر ده الجزء الامامي ده وهم ثلاث مستطيلات اوه بالشكل ده اول مستطيل فهم له حامل اشعة امامي بعدي على طول حامل اشعة متوسط لانه متوسط ما بين الاثنين بعدين حامل اشعة ايه خلفي؟ يبقى بروب ترجيم والميزو بترجيم والميتة بتريجيوم دول الثلاثة دول اللي هم حمل الأشعة بعد كده اللي هو يقابل هناك القاعدة البيزلز طيب بعد ايه على طول تلاقي فيه ايه الشعيات اللي هو كان الجزء الأمام الممتددة بعد الشعيات بالضبط برضو نفس اللي كان هناك برضو كان يبقى فيه البولي جونال بليت اللي هو الصفائح اللي ايه عديدة الأضلاع صف واحدة وبعد كده معظم بقى الأشياء الزنفة اللي عبارة عن ايه سراتو تريكيا اللي هو أشعة الزنفة ده يبقى الحزام الصدري والزنفة الصدرية طيب هيكل الزنفة الصدرية انا شفناها في الرسمة نبص عليه كده في الكلام بكتر الفين فيه أشعة تحمل أشعة الزنفة الغضروفية المكونة من لكل زنفة يعني وعبارة عن ثلاث قطع يبقى فيها عندك حامل للأشعة الحامل الأشعة ده عندك حامل أشعة أمامي هذا جزء وحامل أشعة وسطي وحامل أشعة خلفي وما فعلا ثلاث قطع غضروفي حامل أشعة الأمامي يحمل ايه شعاعا واحدا حامل أشعة الوسطي والخلفي يحمل إثنى عشر جزءا من الشعاعيات طيب هذه الأشعاعيات تحمل صف واحد من الصفاة وحامل أشعة عديدة الأضلاع زي ما قلنا الجزء هو عديد الأضلاع كده صف واحد بعد كده فيه ايه؟ تمتد منها ايه؟ أشعة أشعة الزنفية لذلك ده عمل جزء العريض طبعا من الزنفة يبقى ده الحامل الأمامي وبعدين الحامل المتوسط وبعدين الحامل الخلفي وبعد كده يبقى فيه الأشعاعيات وبعد كده فيه الخلايا اللي هي العديدة عمل أشعة العديدة وبعد كده فيه الأشعة الزنفية ده يوضح لك أكتر يبقى ده حامل أشعة أمامي وده حامل أشعة متوسط وده حامل أشعة خلفي وبعد كده فيه إشوعيات وبعد كده فيه صفائح عديدة صفائح عديدة الأضلاع صفائح عديدة الأضلاع وبعد كده يبقى فيه أشعة الزنفة اللي هي اللي بتمثل معظم الزنفة الصدري الهيكل برضو الطرفي لسه نتكلم نتكلم بقى عن الحزام الحوضي والزعنفة الحوضية الحزام الحوضي هنا عبارة عن قطع وضروفية واحدة هناك كان قطعتين وكان شكل حرف يو كان قطعتين وجزء ده عمل كده وجزء عمل كده ده الغرابي وده اللوح وبينهم من بعض هنا تجويف الأروح لكن هنا عبارة عن عظمة واحدة ملتحمة هم عظمتين بس ندمجوا مع بعض والتحمة مع بعض بيسموهم بيسموهم بالعارضة الوركية العنية اللي هي الاسكيو من اسكيوم والبيوبك فبقوا عظمة واحدة بسموها اسكيو بيوبك بار العارضة العارضة الوركية العارضة الوركية العنية العارضة الوركية العنية زي ما نشاهد بالرسمة ده اسكيو بيوبك بار اللي هي العارضة الوركية العنية هذه العارضة الوركية العنية كما يوجد ايه على الجانبي العارضة دي سطح برضو يتمفصل فيه يتمفصل فيه ايه الزعاني في الحوضية يعرف بإيه السطح الحقي أو الاسيتابيلر سيربس هو نفسه كده يعني ما تيجب بصت لقي جزء صغير كده هتلاقي الجزء الموجودين هو اسمه الاسيتابيولم 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 ده هو الحق يبقى سطح التمفسل اسمه اسيتابيلر سيربس يبقى الحق ده اللي بتمفسل فيه إيه لو عندنا احنا مثلا في الإنسان يبقى فيه رأس الفخز يتتمفصل مع السطح الحقي الموجود في الحزام الحوضي نفس الكلام برضه عنده الحزام الحوضي هنا قطع واحدة اسمه اسكيوبيوب اكبر وعرضها الوركية العانية يبقى فيه هنا الرأس أو المكان الذي يتمصل فيه اللي هو الاسيتابولم اللي هو فيو بعد كده في زعنفة الحوضية زعنفة الحوضية عبارة عن حامل أشعة قاعدي واحد يمكنوا عبارة عن تلق قطع هنا حامل واحد بس طيب بعد كده تلاقي فيه الجزء هو الشوائية بعد شويات هيبقى فيه الأجزاء اللي هي عديدة الأضلع اهي ده صفاة عديدة الأضلع وبعد صفاة الأضلع هتبقى معظم الزعنفة اللي هي عبارة عن أشياء زونو فيها السرات التركية طيب في نهاية بقى الزعنفة الحوضية هتلاقي فيك روه الزعنفة الشوكة الموجودة وقالنا ده ده المساكتان وده طبعا بيتميز بس الزكرة يعني في الأنسة ما هيبقاش موجود فيها الكلاسبر هاي كان الزعنفة الحوضية زي ما شفناها في الرسمة هو نفس الكلام اهو هيبقى عندك قطعة غضروفية كبيرة تسمى حامل الأشعة القاعدية لكن هناك في الزعنفة الصدرية كان عبرها عن ثلاث أجزاء أمام ومتوسط وخلفي ده عشان كده قطعة واحدة بسموه البيزة وبتريجيام والذي يحمل صف من الشوعيات المرتبة بشكل مروحي اهو بعد كده صف واحد من الشوعيات بعد كده صف واحد من الأشعة اللي هي عديدة الاي او صف واحد عديدة الاي الاضلع يمتد منها صفين من الأشعة الزعنفية اللي تدعم الجزء العريض من الأشعة الزعنفية موجودة من الزعنفة طبعا يمتد جزء هيكلي غضروفي جزء هيكلي غضروفي ده امتى يبقى موجود من الحامل الأشعة القاعدية يسمى المساكتان ده موجود بس في حالة الاي الزكور بالشكل ده يبقى ده باختصار هيكل الزعنفة الفردية القاعديات الشوعيات صفاء عديدة أضلع وبعدين أشعة زعنفية ده حزام الصدر والزعنفة الصدرية تكون من جزئين الكراكويد واللوح اللي هو اسكابيلا وبينهم ده اللي هو السيتابيلام تموصل مع حامل الأشعة اللي هو عبارة واحدة ثلاثة هنا اسكيو بيب كبار عرضة الوركية وفيه هنا السيتابيلام اللي هو الحق اللي بيتموصل مع الزعنفة الحوضية اللي بتحمل أشعة حامل أشعة هنا عبارة عن هنا ثلاث أجزاء لكن هنا عبارة عن قطع واحدة ويبتلك نفس المكونات بالضبط لكن هنا طبعا لو في ميل هيبقى زيادة عنه الموجود بيميز الميل ذكر ده نفس الرسمة وتوضح لك نفس المكونات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته